السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم إلهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع إلهان وهذا الفيديو رح يكون إجابة لمعظم أسئلتكن لكل شخص كتب لي رقم إقامته ومدة إقامته بهذا الفيديو رح أشمل كل الإقامات تقريبا بما يتعلق بالتقديم على الإقامة الدائمة في ألمانيا موسيقى بداية كل حملت الإقامات السلاسة التالية البند 25 الفقرة واحد البند 25 الفقرة اتنين الجملة واحد وليس الجملة اتنين الجملة واحد والبند 23 الفقرة اربعة حامليها الإقامات الثلاثة هن الوحيدين اللي بيحقل لهم يقدموا على الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات طبعا مو شرط أنك أنت تريد تقدم عليها لما بتروع على تمديد إقامتك بعد ثلاث سنوات فموظف الأوسلندا أمت هو اللي بيقيم حالتك إذا كنت مستوفي كل الشروط اللي هي مستوى لغة C1 يعني تكون مأثبت إتقانك للغة الألمانية بشكل جيد جدا وتكون كمان ما عبتاخد مساعدات اجتماعية تزيد عن 25% طبعا كل شي دخل لألك بينحسب يعني حتى لو كنت عبتاخد القرض الطلابي بافق أو حتى لو كنت عبتاخد راتب بالاوس بيلدونج اللي عبتعمله المهم أن الجوب سنتر ما يكون عب يكمل لك أكتر من 25% فبالتالي هيك بتكون محقق الشرط بشكل كامل بالإضافة إلى الشروط الأخرى اللي ذكرتها في الفيديوهات السابقة أني تكون مؤمن صحياً ويكون في عندك أيضاً سكن وما يكون في عليك مخالفات أو مرتكب لجروم جينائي إذن هي هي الشروط بعد 3 سنوات إذا كنت مستوفية فالمفروض أني الموظف اللي هو بيقيم حالتك أني يدقلك الإقامة الدائمة مباشرةً وفي حال ما كنت مستوفي هاي الشروط ففيك تقدم على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات إذا متتأجل ل5 سنوات لكن بشروط مخففة أكتر على سبيل المثال شرط اللغة بيصير مخففة أكتر بدل C1 بيصير Add 2 وكمان بالنسبة للمساعدات الاجتماعية بيصير أنك تحصل على التكميل من الجوب سنتر لل50% تقريباً إذن لل50% بيصير تاخد تكميل من الجوب سنتر وأي دخل تاني بينحسب لك لكن ما بصير تزيد النسبة عن 50% والموظف كمان هو بيرجع بيقيم حالتك بعد 5 سنوات وبيشوف إذا كنت بتستحق الإقامة الدائمة فبالتالي بيدقلك إيها مباشرةً وإذا ما لك محقق الشروط فما بتحصل عليها لحتى تستوفي كل الشروط اللي وضحتها سابقاً أيضاً بالفيديو السابق بشكل كامل إذن هذا كل شيء بالنسبة للعالم اللي معترف فيهم كلاجئين في ألمانيا وحاملين لأحد هالإقامات الثلاثة فيما عدا ذلك اللي نرفض طلب لجوءه فحصل على شيء اسمه زوبزيدي غاشوتس يعني معه شيء اسمه حماية إنسانية أو حماية فرعية أو حماية مؤقتة أو حماية سانوية كل شيء معه هاي الحماية إن كانت سنة أو سنتين أو ثلاثة سنين أو معه اللجوء إنساني 25 على 2 الجملة 2 وكل العالم اللي كمان أجت على ألمانيا حسب برامج استقبال الولايات اللي حاملين لتصاريح إقامة وفقاً للبند 23 الفقرة 2 هدول العالم اللي معهن كمان 23 على 2 بيحقل لهم كل هالناس يقدموا على الإقامة الدائمة في ألمانيا بعد خمس سنوات إذن أنتو بتروحوا بهي الحالة لشيء اسمه باللغة الألمانية نيدالسونجس اللابنس ألجمين يعني الإقامة الدائمة في ألمانيا بشكل عام فبالتالي هون بتتغير الشروط طبعاً هذا حسب الفقرة التسعة بقانون الإقامة الدائمة في ألمانيا الشروط هي أنك ما تكون عبتحصل على مساعدات اجتماعية نهائياً إذن باختصار شديد كل حملة الإقامات المتبقية عدا الإقامات الثلاثة الأولى اللي ذكرتهم بأول الفيديو اللي هدول معترفيهم كلاجئين في ألمانيا مع عدا هي الإقامات كل شيء حامل لتصاريح إقامة أخرى بيحقلكم أيضاً تأدموا على الإقامة الدائمة في ألمانيا بعد خمس سنوات وفقاً للفقرة التسعة من قانون الإقامة الدائمة بتحقيق الشروط التالية إذن ركزوا هوني شروط تختلف الشرط الأول أنك ما تكون عبتحصل على مساعدات اجتماعية نهائياً والشرط الثاني أنك تكون دافع تأمين المعاش التقاعدي لمدة ستين شهر في ألمانيا يعني تقريباً خمس سنوات يعني الغنتن فازي شعونغ باللغة الألمانية اسمه غنتن فازي شعونغ التأمين المعاش التقاعدي وطبعاً مع العلم أنك أنت لما بتكون مسجل بالجوب سنتر فهو بيكون عب يدفعون عنك بهي الفترة ولما بتشتغل فصاحب الشغل أو أنت بتدفع تأمين المعاش التقاعدي بنفسك وأيضاً الشرط الثالث هو أن يكون في عندك إلمان باللغة الألمانية وممكن الموظف ذات نفسه هو يقيم أيضاً لغتك الألمانية أو يطلب منك مستوى اللغة B1 إذن بهي الحالة ممكن يطلبوا منك مستوى اللغة B1 وبالنسبة لبقية الشروط الأخرى فهي بتتشابه مع كل شيء ذكرته سابقاً أنك تكون مؤمن صحياً ويكون عندك سكن وما تكون مرتكب لمخالفات كبيرة مخالفات مالية كبيرة أو ما تكون مرتكب لجرم جنائي وما تكون إقامتك بألمانيا بتشكل خطر أو تهديد على الأمن والنظام العام في ألمانيا إذن هذا كل شيء بتعلق بالإقامات بالنسبة للحصول على الإقامة الدائمة في ألمانيا هذا كان كل شيء لفيديو اليوم كان معكم إلهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع إلهان أتمنى أني أكون أفادكم بهذه المعلومات قدر الإمكان ولا تنسوا أنكم تدعموا القناة بالضغط على زر لايك وسبسكرايب، اشتراك، أبونيغن وإلى اللقاء في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر